اشتركوا في القناة من الساحل المغربية سفينة مشتبها فيها رفضت الامتثال محاولة الفرار نحو البحر وعلى متنها خمس اشخاص من بينهم اربع يحملون الجنسية الفنزويلية واخر يحمل الجنسيتين الموريتانية والبيروفية واوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية انه بعد عملية المراقبة التي نفذها فريق الحضر البحرية للفرقات للسفينة المذكورة والتي تبين انها بدون وطائق ولا ترفع علمنا تم تحويلها الى ميناء الداخل وتسليمها لمصالح الدركة الملكية قصد القيام بالاجراءات الاذارية الجاربية العملاء نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء